السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة نتعلم إنجليش مع مستر جيري الحين نتعلم كيف أنا أضيف صفة الملكية لأي شيء في الإنجليزي يعني من اللي ما يعرف أنه مثلاً car يعني سيارة cat يعني قطة cat طيب ومثلا book car cat book كلنا نعرف أن هذه هي كلمات تعني هذه المعاني طيب كيف أنا أخلي هذه الأشياء تكون ملكي السيارة ملكي القطة ملكي الكتاب ملكي كيف بس تضيف لها هذه وهذه ما تتغير أبداً my car my cat my book ولكن ما لاحظتم شيء غلط في هذه الجمل يمكن اللي يحضروا الدرس السابق اللي عن capital letter إن الحروف تكون capital في بداية الجمل الحرف capital يعني الحرف الكبير هذا حرف كبير وهذا حرف كبير وهذا حرف كبير كيف ما يصير هذه الحين الكلمة هي ليست الكلمة الأولى في هذه الجملة هذه الكلمة الثانية فما يصير لازم أنا خليها شنو تكتب بهذه الطريقة my car وحتى هذه capital letter ما يصير capital letter لازم capital letter نبدأ فيه الجمل وحتى البي capital letter ما يصير إذن شنو نسوي my cat my book على هيئة small letter ليش أنا ليش أنا مساحة خليتها capital letter لأنها ما كانت كلمة ثانية في الجملة كانت بس book وخلاص من زين مثلا books are مثلا important مهمين الكتب تكون مهمة هذه الحين جملة خليناها capital letter my book my car my cat حلوين ولكن أنا الحين مثلا راح أضيف الملكية للملكية اللي أنا ناصبها لنفسي يعني شنو يعني مثلا كلمة مثل daughter أنا راح أكتبها الحين ب small letter لأننا راح أخليها ثاني كلمة my daughter يعني ابنتي بس my daughter ابنتي طيب أنا أريد أن أقول سيارة بنتي سيارة بنتي كيف أقول my daughter her car لا my daughter my car لا ما يصير شلون الحين نقول لكم شلون إحنا اتفقنا أن أنت لما تضيف my وهذه قاعدة ثابتة ليوم الدين أي كلمة في اللغة الإنجليزية تحط قبلها my نسبتها لملكيتك مثلا تقول my philosophy مثلا هذه يعني philosophy philosophy يعني فلسفة بس أنا لو أقول my philosophy يعني شنو فلسفتي في الأشياء المادية أو المعنوية أو أشخاص أو مدرسة أي شيء مثلا نسب يعني daughter son father mother my mother my father my philosophy my idea ثكرتي أي شيء مادي معنوي تحط أمامها أي كلمة تحط أمامها my على طول تكون هي ملكك بس طبعا تكون now ما تكون فعل تكون ما تكون فعل يعني مثلا my eating مثلا لو أنت تنسب هالشيء my eating disorder مثلا أوكي my walking ما تصير verb الverb ما تصير تحط أمامها my my بس now يعني أنت لما تفتح المعجم كله اختار أي كلمة وحط أمامها my بتكون جملة سليمة تكون جملة صحيحة أبدا ماشي لو أنا أقول my daughter car my daughter car هذه جملة صحيحة my daughter car هذه جملة صحيحة هذه جملة غير صحيحة my daughter car ما يصير أنا أود أن أقول سيارة ابنتي كيف my اللي حضر درس الأبوستر في my daughter's car نسبت أنا نسبت أنا الكار نفسها دعني أستخدم اللون الأخضر الحين أحسن نسبت أنا وين راح لحظة شوية بطف طيب نسبت أنا شنو السيارة نفسها إلى ابنتي اللي هي منسوبة اللي أنا فmy daughter يعني ابنتي أنا my daughter my daughter's car فالآن السيارة أصبحت بنتي اللي هي بنتي أنا my daughter's car مثلا نقول my father وأسكت my father وأسكت أبي بس هو أبي اللغة الإنجليزية هي لغة غير التصاقية مثلا لو باللغة التركية نقول طبعا هو baba بالتركي babam يعني أبي أنا بالأوردو بالفارسي بلغات كثيرة لما أنت تحاول أنك تضيف الملكية تغير شكل الكلمة بس بالإنجليزي ما تغير شكل الكلمة نهائيا قلتلك بس تفتح المعجم وحط أمام كل كلمة ماي وبس على طول تصير جملة صحيحة father mother daughter my 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 كلهم صحيحة my fish my card my book my box my room my house كلهم بس الحين أنا أتمنى أن أقول شنو أمسح الحين النقطة لأننا راح نفتح نستمر في الجملة my father book شو تصير my father's my father's book كتابه أبي واختمها بنقطة طيب إحنا الحين فهمنا إنه لما ننسب الشي المنسوب لي أحط لها الأباستر في S بس طيب إحنا شلون نجمع إذا واحد مثلا عنده بنات عنده بنات كثر وليس بنت واحدة يعني ما عنده بنت واحدة بس هو عنده بنات بنات كثر فهو شنو يقول my daughter's S S لل plural للجم my daughter's بناتي هو عنده بنات وهو يقول بناتي my daughter's بناتي طيب إذا هو كان يريد أن يقول مثلا بيت بناتي بيت بناتي شون هو يقول بيت بناتي شون يقول بيت بناتي محنا قلنا يحط ال S عشان ينسب طيب خلنا كتب الحين كلمة house البيت البيت بالانجليزي house 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 يعني بيت خلاص my daughter's house صحيحة لا مو صحيحة وين الملكية المنسوبة للبنات نفسهم أحط my daughter's house my daughter's house my daughter's house لا لف ال house لا لا مو لازم شا تسوي تعمل هذه الحركة البسيطة في الكتابة بالنطق صحيحة my daughter's house my daughter's house بالنطق صحيحة بالكتابة لازم تحط ال apostrophe في نهاية ال S وليس بين ال R وال S فشوفوا my daughter's house الحين اللي يقرأ يفهم ان الرجال يقول بيت بناتي my daughter's house بس اللي يسمع ما راح يميز لو انت حطيت هذه ولا ما حطيتها ما راح يميز راح يكون نفس الشيء وطبعا يفهمون قصدها لانه راح يكون في سياق الكلام كل شيء ينفهم كل شيء ينفهم في سياق الكلام كل شيء مفهوم في سياق الكلام طيب خلني بقى هذه ما حسن طيب كل شيء يكون house apostrophe هنا وتصير بيت بناتي طيب سؤال جميل إذا أنا حطيت ال apostrophe ما بين ال S وال R شنو يصير نرد على ما احنا قلناه اللي هو بيت بنتي بروحة لوحده تصير هذه apostrophe S ولا تصير S لل plural للجماعة نعطي مثال آخر ونختم في my son يعني ابني my son لو أنا أشيل النقطة وأحط my son's cat قطة ابني لو أنا أشيل ال apostrophe هذه وأخليها ليس بين ال N وال S وأخليها بعد ال S ش تصير my son's cat قطة أبنائي أيوة إن شاء الله يكون الدرس واضح لكيف أنا أستعمل my بشكل صائب لفظا وكتابة إن أعجبكم من المقطع والأسلوب العفوي السلسل بسيط الواضح وما فيه تكلف ولا فيه يعني باور بوينت وهذا أنا وأقلام يصبرتي وأوضح لكم المعلومة بكل شفافية فلا تنسون الاشتراك والإعجاب في قناة نتعلم الإنجليزية مع مستر جلي هذه القناة اللي أنتم شايفين نحن فيها بدون اللايكات وبدون المشاركات وبدون التعاليق ترى ما يكون عندي حافز إن أنا أستمر يعني أنا شنو يخليني أستمر إن أدري إن أنتم رضيتم على هذا المقطع واستفدتم أنا شنو أدري إن أنتم رضيتم واستمتعتم واستفدتم شنو أدري بدون تحطون اللايكات واشتراك وتعليق يعني تفاعل بأي شكل من الأشكال أي شكل من الأشكال التفاعل تفاعل وخلاص مع شي الله يوفق الجميع السلام عليكم أحترام شكراك شكراك